الاتحاد الأوروبي صادق على فرض عقوبات شديدة على عدد من المسؤولين الإيرانيين اللي ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل الإيراني وتوقيت هذه العقوبات وكذلك حقيقة العوامل التي تقف خلف هذه العقوبات هي مثيرة وملفتة للانتباه على سبيل المثال وحدة من الأمور والعوامل المهمة وهو يعتبر الاتحاد الأوروبي بحسب تصريحاتهم العامل الرسمي لهذه العقوبات هو هذا الرجل جاويد رحمن واللي هو طبعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمعني في حقوق الإنسان في الداخل الإيراني هذا الرجل رفع تقرير للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اطلع على هذا التقرير بالتقرير باختصار شديد جدا قال وأكد بأن عمليات الإعدام في الداخل الإيراني زادت بشكل غير طبيعي والإعدامات تصير أيضا للأطفال بشكل متزايد بالإضافة إلى ذلك أن عمليات التعذيب في السجون للناشطين المناهضين للنظام الإيراني كذلك زادت بشكل كبير وحقيقة هي كلها تستخدم من أجل انتزاء الاعترافات حتى بشكل غير أخلاقي وغير قانوني بالإضافة إلى ذلك أيضا النساء تعامل إيران مع النساء بحسب التقرير لجاويد رحمن أكد بأنه يعملوهم كمواطنين من الدرجة الثانية وبالإضافة هناك عملية زواج وإكراف الزواج لفتيات صغيرات بالعمر عشر سنوات إلى أرباطع سنة لديزوجوهم في الداخل الإيراني فلذلك هذا الأمر طبعا أغضب كثيرا للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعلى هذا الأساس صار هذا الإعلان لكن هناك أمور صارت أصلا قبلها يعني تقريبا لفتت أيضا انتباه الاتحاد الأوروبي إلها قبل شهر تقريبا صارت على هذا الرجل هذا الرجل هو أسد الله أسدي هذا هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا هذا الرجل كان يخطط للقيام بعملية إرهابية لتفجير إحدى المؤتمرات التابعة لإحدى الأطراف المعارضة للنظام الإيراني في فرنسا في عام 2018 وصارت محاكمة في بلجيكا وصارت إدانة لهذا الرجل تفاصيل هذا الأمر بحسب التحقيقات والتقرير اللي صدر من المحاكم البلجيكية إن أسد الله أسدي أصلا شال قنبلوية في الطائرة وسافر بها من طهران إلى النمسا قد يستغرب البعض يقول شون هو شال قنبلة يعني بالطائرة من يقدر يسوي هذه القضية هذا الرجل أولا هو دبلوماسي واستخدم الحقيبة الدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسية في العادة ما أحد يقدر يفتشها ولا أحد يقدر يتحرى عن هذه الحقيبة بأي شكل من الأشكال لأنه أكو أمور خاصة وأسرار خطيرة للدول يتناقلوها بهذه الحقائب وهذه موقعين عليها تقريبا كل دول العالم فالحقائب الدبلوماسية ما أحد يقدر يوصل إلها بأي شكل من الأشكال فلذلك سوى أسد الله أسدي خلى القنبلة بالحقيبة الدبلوماسية وراح انتقل إلى النمسا وأوصل القنبلة إلى النمسا وبعد ذلك كون أنه مسؤول ويجب أن يكون متواجدا فقط في النمسا في السفارة الإيرانية شحن القنبلة بهذه الحقيبة الدبلوماسية إلى بلجيكا استلموها اثنيا من عملاء إيران وأخذوا القنبلة وهم أصلا يعني كانت أيضا معاهم رسالة بخط هذا الرجل بحسب التحقيقات والتقرير والقرار الذي صدر من بلجيكا وبعد ذلك تم القبض عليهم واستمرت الأمور من عام 2018 هذه التحقيقات إلى قبل شهر وصدر القرار على هذا الرجل بإدانة لمدة عشرين سنة بالسجن ولما حاولوا يخاطبون وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هذا الموضوع وطلبوا منه أنه ليش أسد الله أسدي محضر إلى المحكمة في بلجيكا في حينها قال بأن هذا الرجل دبلوماسي ويمتلك الحصانة الدبلوماسية فلذلك هذا الموضوع أخذوا الاتحاد الأوروبي النظرة عليه وحقيقة فهموا طبيعة اللي ممكن يتوقعوا من النظام الإيراني الآن النقطة المهمة هو التوقيت هذه العقوبات صدرت بعد ساعات بسيطة من رفض إيران للعرض الأمريكي في حقيقة لبدء المحادثات النووية من جديد اللي كشفت عنها مجلة بوليتيكو الأمريكية وهذا العرض الأمريكي حقيقة اللي صار إلى إيران هو برعاية الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا مسؤولين أوروبيين أبلغوا الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم هذا العرض لبدء المباحثات ولكن إيران رفضت هذا الأمر رفض بات فلذلك بعد ساعات بسيطة سووا هذا الإعلان خاصة ودليل على هذا الكلام يعني أن جاويد الرحمن هو قدم التقرير من يوم تسعة ثلاثة شوف يعني شقد وقت يعني كامل هذا بالتوقيت يعني أخذوا توقيتهم بشكل كبير إلى أن صدروا هذا القرار وخاصة بعد الرفض الإيراني كذلك ودليل وإثبات على هذا بأن الاتحاد الأوروبي استخدم مثل هذه الأمور كأوراق ضغط هي أنه ما صارت ولا مرة شوف نوهيو ميليتاريين سانكشنز سينس توثاوزنان ثلاثين يعني من عام 2013 ما صارت أي عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على إيران آخر العقوبات كانت في هذه السنة وهناك سبب أنهما كانوا متوجهين إلى الاتفاقية النووية مع إيران كانت هناك نقاشات كثيرة بين باراك أوباما والنظام الإيراني إلى أن وصلوا للاتفاقية النووية في عام 2015 فما فرضوا أي عقوبات على إيران إلى أن وصلوا لهذه الاتفاقية حتى لا يزعجون إيران وفي وقتها أيضا صار إعلان كامل وكبير جدا أنه حتى أوروبا رفعت كل العقوبات عن إيران بحسب الاتفاقية ليست في مجال حقوق الإنسان وإنما العقوبات الاقتصادية وبعد ذلك وصلنا إلى عام 2018 وبالفين وثمنتعاش إيران استخدمت الصواريخ الباليستية في سوريا وهذا الأمر لازم نذكر بأنه كان دونالد ترامب هو رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في حينها وعلى أساسها زعج ترامب ويريد ينسحب وانسحب من الاتفاقية النووية فأوروبا على هذا الأساس وحتى يرضون ترامب في ذلك الوقت حقيقة قدموا عرض بعقوبات تشبه تقريبا الأنباء التي نشوفها الآن من عملية المصادقة على العقوبات وقضية من أجل طبعا من أجل إرضاء ترامب وإنذار ترامب لهم حول قضية الصواريخ الباليستية وعلى هذا الأساس الأوروبيين كانوا ناوين يسوون العقوبات ولكن رفضتها عدد من الدول الأوروبية الأخرى لأن هذا الأمر بريطانيا وفرنسا وألمانيا في حينها كانت بريطانيا من ضمن الاتحاد الأوروبي حقيقة اعترضت عليهم عدد من الدول قالوا لا تفرضون عقوبات الآن على الصواريخ الباليستية وقضيتها لأن عندنا شركات من 2015 أوروبية دخلت وحققت أرباح وصفقات وغيرها فما مضطرين على هذا الموضوع وأيضا خلقهم كان نوعا ما طويل مع ترامب إنه عسى ولعل أن تنحل قضية الاتفاقية النووية لذلك واضح تماما مع هذه العلامات والإشارات الكثيرة بأننا حقيقة قد نكون أمام يعني انزعاج تام من الاتحاد الأوروبي ونوعا ما إنه تقريبا كل الحسابات قد انتهت بالنسبة للأوروبيين حول هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر